السلام عليكم وأهلا بكم بفيديو جديد وحلقة جديدة مع سلسلة جديدة ما بعرف إذا رح عملها سلسلة ولا لا بس عجبكم هيك أنواع فيديوهات عطلوني رأيكم تحت بالتعليقات ممكن نعملها سلسلة أمس طرحت منشور على تويتر وعندي بالمنتدد هون على القناة وقلت لكم روحوا على موقع PC Part Waker اختاروا التجميعات اللي بتخطر على بالكم وراح عمل فيديو عن هالموضوع نشوف إيش الأخطاء اللي بترتكبوها أثناء اختيار القطع على أمل انصحه لكم هالأخطاء ونعطيكم نصائح أفضل لتجميع تجميعات أفضل تعرفوا إيش أكتر خطأ متكرر بهالتجميعات؟ كلكم تدفعوا 150 دولار على مفتاح Windows 10 أو 11 يا شيخ شوف سبونسور اليوم وتدفع خمس السعر ودى علامة Windows المزعجة بدون ما تدفع سعر مفتاح كامل بإمكانك تحصل أفضل أسعار مفاتيح Windows من CDK Deals باستخدام كود الخصم الخاص بالقناة SNKRT بعد ما تحصل المفتاح اكتب Activation Settings في مربع البحث حط المفتاح هنا وانتهى الموضوع تفقد الروابط تحت بالوصف لتحصل أفضل العروض والأسعار من CDK Deals بالأول شكر كبير لكم على التفاعل الكبير يا جماعة بس أكيد ما بقدر أخذ كل المشاركات لأنه أخذت كم مشاركة 7-8 مشاركات والفيديو صار أكتر من نص ساعة مستحيل أخذ كل المشاركات أنا شفت بعض المشاركات وأخذت المشاركات اللي فيها أكبر الأغلاط حتى أصحح لكم هالأخطاء وتستفادوا منها بأكبر قدر ممكن التجميعات أو المشاركات اللي أخذتهم ما رح تفيد بس أصحاب المشاركات إن شاء الله رح تفيد الكل لأنها فيها أغلاط متكررة رح تشوفوها وتتعلموا منها الموقع اللي بيستخدمه بمشاركات اليوم هو PC Part Becker من أفضل المواقع لاختيار القطع ويلو يتوافقها لكن للأسف هالموقع بيعرض أسواق السوق الأمريكي لكن نصائح اليوم ما لها علاقة بالسوق الأمريكي بأخذ المشاركات بشوف إيش الأمور اللي صار فيه لعنيها زيادة وكيف ممكن أحسن لكم التجميعات بحيث تعطيكم أداء أفضل ونفس السعر قبلنا مباشر أكيد لا تنسوا مزود الفريمات هذا مجاني دائما بيزود الفريمات والأداء وإذا أعجبكم هالفيديو اكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات ممكن نعمله سلسلة استمتعوا وخللونا مباشر بالتجميع الأولى أو الاقتراح الأول من أحمد وأحمد من حلب يهلب اللود عايش بألمانيا ما لقيت شاشتي على هالموقع أنا ما لا علاقة في شاشتك اليوم الكلام عن التجميعات اكتب لي لأيش تستخدم التجميعات اكتب لي الدقة بالرسولوشن بس ما لا علاقة في اختيار شاشتك وهي هي المواصفات اللي مختارها أحمد رايزين 5 5600X ممتاز معالج ممتاز مبرد بيكويت دارك روك إليت مبرد ممتاز بس أوفركيل بورد بي 550 طومهوك من أفضل بوردات AM4 ممتازة رامات 16 جيجا LPX 3616 أيضا ممتازة SSD سامسونج 980 برو من أفضل SSD في السوق بس سعرها غالي كرت RTX 4060 أيضا كرت جيد لغوا بار عليه والباور سبلايت 150 واط من بيكويت 80 بلاس جولد الباور ممتاز لكن طلعوا على سعره وهي التجميعات ما بتحتاجت 150 واط فسعر النهاي 1185 دولار القطعة كل واحدة على حدة لغوا بار عليها أبدا لكن التجميعات هيك الخلطة السحرية مع بعض غير منطقية أبدا يعني طلعوا على سعر المنصة دافع 160 على البورد 100 دولار على المبرد و 135 دولار على المعالج يعني المنصة بالكامل سعرها حوالي 400 دولار دافع 400 دولار على منصة أيام فور معالج 5600 أكس ليش؟ خلونا نعمل بعض التعديلات ونتخليها أفضل وسعر أقل يا جماعة القطعة كل واحدة على حدة ما فيها مشاكل لكن الخلطة السحرية مع بعض مليانة مشاكل أو صارف زيادة على أمور ما بتسوئ يعني خلونا نعمل أدت نلغي المعالج نلغي المبرد البورد الرامات والبور سبلاي 200 دولار على بور سبلاي إيش بتشتري أنت؟ بور سبلاي نووي؟ المهم المعالج منروح للرايزين 7700 حاليا هالمعالج يا جماعة من أفضل معالجات لم يكن أفضل معالج ألعاب وأيضا جيدة لصناعة المحتوى لا غبار عليها لصناعة المحتوى فإذا بدك رايزين 5600 وتدفع 400 دولار عن منصة لأروح مع الرايزين 7600 فمنختارها 7600 كولر ما بيلزمه مبرد غالي كتير الـ AGR 400 جيد سعره حوالي 20-25 دولار ممكن تروح حتى مع الـ 214 XT لقيتكون الـ 214 XT كمان سعره حوالي 18 دولار ممكن تروح مع الـ Assassin's King SE سعره حوالي 20 دولار روح مع أي مبرد بقى بـ 20 دولار بكفيه زيادة لا تدفع 100 دولار على معالج اقتصادي ليش؟ وهوائي 100 دولار ليش؟ تمام؟ البورد ما بيلزمه بورد غالي كتير في عنا الـ BIS 150 Gaming Plus أي حاليا من أفضل بوردات الـ AM5 عن جد البورد من أفضل بوردات الـ AM5 بالنسبة للقيمة منافذ جيدة واي فاي VRM خرافي وسعرها حوالي 160 إلى 170 دولار بس ممكن حتى نروح مع بورد أرخص مثل الـ BIS 50 MK من جيجا بايد MK هاي البورد سعرها 120 دولار فيها كل أمور لتلزمك VRM جيد 2M.2 Pisa Express مدعم 4 روحات خلفية ممتازة وسعرها 120 دولار بورد ممتازة لاغوا برا عليها الرامات بيلزمنا الرامات حوالي بسرعة 5600 نشوف ندور على الرامات بسرعة 5600 بس منحط على الفلتر 2.416 ونحط الـ Price منشوف هاي 6000 Team Group لا أوه هلأ أي توقيتها سيئة الـ Patriot Viper 32 جيجا 36 جيدة نختارها الـ SSD جيدة وممتازة لكن سعرها مبالغ فيه ممكن نروح مع SSD أرخص بتقدم نفس الأداء Choose Storage في عنا الـ RS 7000S 7000S أرخص وبتقدم نفس الصراعات وفيها كاش عالي وفيها أمور ممتازة بستخدمها حاليا بالتجميلة الأساسية لاغوا برا عليها إذا تلعب ألعاب فقط ما في داعي حتى تروح مع الـ 7000S ممكن تروح مع شي مع الـ MV2 كافية وزيادة لكن بما أنه مشتول بإنتاج المحتوى بيلزمك إذا يكون فيها كاش وكاش جيد فالـ 7000S ممتازة وأرخص بالنسبة للـ Power Supply حاليا ما بيلزمك Power Supply ناري 550 واط بيكفي لكن الاستثمار بـ Power Supply عالي وجيد دائما فكرة جيدة لو حبيت تطور في المستقبل تغير شيء تعمل كاس السرعة Power العالي دائما فكرة جيدة لكن هالتجميعة بالتحديد ما بيلزمك كتير من 550 فممكن تروح مع الـ CX 550 من Corsair جيد الـ 550B MMSI جيد شوف الأرخص شوف الأرخص من الـ PowerRot أبيا هالمركة لا بعيد عنها ما أنا سبعون فيها لكن سيسونك ممتازة أيضا بس Powerها عالي الـ CX والـ BN ممتازات هذول شوف الأرخص وختاروه إذا بدك تستثمر بـ Power Supply أعلى لحتى دوم معك أطوال للتطوير لهذا ما هي مشكلة لكن هالتجميعة ما بيلزمها هيك Power عالي كتير فمتل ما شايف حاليا حطينا لك معالج أقوى بكتير حطينا لك مبرد كافي وزيادة ما في داعة الـ State of America ميت دولار على المبرد حطينا لك منصة أحدث وقابلة للتطوير لفترات أطول رح تدعم Ryzen 9000 القادم وحتى اللي بعده حطينا لك دبل مساحة الرامات ورامات أحدث وأسرع حطينا لك SSD أسرع وأرخص وحطينا لك Power Supply كافي وزيادة كل هالأمور وفرنا لك بيتين دولار بالسعر شايف؟ الاختيارات السابقة ما فيها شيء غلط كل واحدة على حدة القطع السابقة ما كان فيها شيء غلط لكن التركيب مع بعض صار في زيادة عليها فهي التجميعة أفضل بالألعاب أفضل بإنتاج المحتوى أفضل على المدى الطويل أفضل من ناحية التطوير وأرخص فنشوف التجميعة الثانية من علي وعلي بده تجميعة معالج Ryzen 7 7800 X3D حاليا من أفضل معالجات الألعاب إلا ما يكون الأفضل وسعره حاليا من حوالي 350 إلى 360 دولار هون بالسوق المحلي عندي حتى مع الضرائب 360 دولار المبرد ما مقتر مبرد كبير لأنه على الرغم أنه Ryzen 7 ومؤقوة معالجات الألعاب لكن ما بيستهلك أكثر من 80 إلى 90 واض فما بيلزمه مبرد دمائي كبير نعم هيك مبرد اللي هو Assassin's King X أو هذا Assassin's X اللي هو نفس Assassin's King وكسب معمار وحدين المهم Thermonrite عندها مليون مبرد بس كلهم من تقريبا نفس بعض مبرد جيد كافية وزيادة لها المعالج لغبرة عليه البورد نختار البيست 150 Pro S من MSI أيضا من أفضل ببردات القيمة حاليا اختيارك موفق رامات Team Group 32 جيجا DDR5 6000 أيضا اختيار موفق بس رح نحكي عن توقيت بعد شوائي حاليا يا جماعة منصة AM5 أو معالجات Ryzen 7000 لا تشتروا معها رامات أعلى من 6000 نعم احتمال تشتغل 6200 6400 6200 رح تشتغل لكن ما رح تحصل إداء أفضل ليش؟ لأنه أعلى من 6000 الـ Infinity Fabric رح يشتغل على 4 على 1 يعني سرعة الـ Infinity Fabric رح تنخفض للربعة فنعم أفضل سرعة حاليا لـ Ryzen 7000 هي 6000 نعم أكتر من هيك ما رح تستفيد بس هنا عندي عدد تعليق على توقيت الرامات CL 48 هذو توقيتهم زبالة ونعم سعرهم أرخص بشوية بس لا تسترخص بها السرعات توقيت CL 36 38 32 تمام بس 48 هذا توقيت زبالة بكل معنى الكلمين وأيضا تعليق ثاني A-SSD Neitech NV7000 لا تشتروا تخزين من ماركات غير معروفة أنا جرّبت أكتر من مرة ماركات غير معروفة وماركات يعني ما هي كتير منتشرة أشهر بيخربوا شهر شهرين ثلاثة بعدها تلاقيه صار يجمد يكرش للكب لا تشتروا تخزين من ماركات غير معروفة وأيضا 500 جيجا بـ 55 دولار ما هو سعر ممتاز يعني يعني أنت عم تشتري شيء موثوق وما هو يعني على أساس أنه شيء أرخص لا ما هو أرخص ما هو سعر ممتاز يعني RX 6800 XT لاغوا برا عليه بس كم سعره حاليا بما أنه وقف إنتاجه ما هو طالع سعره لأنه هالكارت ما هو متوفر كثير لأنه وقف إنتاجه هذا الجيل القديم كيس الفركتل للزاين نورث لاغوا برا عليه شكله جميل مع الواجهة الخشبية لاغوا برا عليه باور 650 واط 80 plus gold من بي كويت لاغوا برا عليه كافلة التجميعة ما بيلزمها باور أعلى من هيك فالشيء اللي بدي أعدله الرامات والتخزين الرامات يا جماعة انتبهوا مو بس على الصراعات التوقيت التوقيت كلما كان أقل أفضل وسيئة 48 توقيت زبالة بكل معنى الكلمين فمنلغي الرامات ومنلغي التخزين بالنسبة للرامات منروح مع شيء 6000 C30 أو C32 كافي بالراحة ندخل على الفلتر 2 نضرب 16 والرامات سراعات نختار 6000 مثلا هاي كونسر رينجز 6000 كم توقيتها كايسة 32C 30 سيئة 30 بس سعرها 112 ممكن نلاقي شيء أفضل أو أرخص التيم جروب هاي 6000 C30 سعرها 106 وRGB ولونها أبيض ممكن نختار هاي تمام التخزين ممكن نروح مع NV2 ما كتب لي إنه بالدكية قوية لتعيش فترة زمنية طويلة وتشغل ألعاب أوكي ألعاب ما هو لأنتاج المحتوى روح مع NV2 ممكن تروح مع NV2 1TB أغلب دولارين بس ضعفت ساعة التخزين وأخذت من ماركة معروفة فبدل ما تاخد 500 جاية ب55 دولار أخذت 1TB ب60 دولار وماركة معروفة حاليا تجميعات صارت لوز كرتة 6800 XT إذا كان متوفر ولقيته بنفس سعر 7800 XT لا أروح مع الصفعة 800 XT أقوى بشوي وبيدعم مزايا أفضل مثل AV1 فحاليا التجميعات صارت أفضل بكتير ننتقل للتجميعات التانية أو المواصفات التالية من باسل باسل الأغلب أني بلعب ألعب تختيم سواء عالم أو مفتوح شون عالم أو مفتوح عالم مفتوح مو عالم أو مفتوح أو لعبة خطية وبعض المرات أونلاين على دقة 2K أوكي أتفرج على الأنميات ومستثلات هؤلاء ما لهم علاقة بالمواصفات فنشوف في المواصفات إيش مقترح لنا أوكي مختار Ryzen 5 7600 X معالج لغوبار عليه بس بنصحك حتى تروح مع Ryzen 5 7600 أرخص بشوي وتقريبا نفس الأداء المبارد Thermalright Assassin King لغوبار عليه من أفضل المباردات الاقتصادية حاليا بورد ASUS Prime B650 أنا بصراحة هالبورد بمئة وثمانين دولار نعم نعو نرجع لها بعد شوي رامات 32 جيجا DDR5-6000 FC30 أيضا ممتاز لغوبار عليها SSD 990 Pro 1 تيرا بايت مرة ثانية جيدة لغوبار عليها حتى ممتازة بس العاد ما بيلزمك SSD خارقة أي SSD NVMe بتشتغل معك كرت الشاشة 4070 Super ممتاز من أفضل كروت الفئة العليا كيس Lancool 215 جاي لغوبار عليه Power Supply Cooler Mestel 750W بـ 140$ أوكي المواصفات صراحة لغوبار عليها لكن في بعض الاختيارات اللي ممكن تختارها بشكل أفضل على السبيل المثال المعالج خده 7600 أرخص بـ 10$ ونفس الأداء حتى ممكن تعمل كاس الصراع بإيدك أو تفعل PBO وتحصل نفس الأداء فنلغي هات اللي أغوبار عليه بس Ryzen 7600 أفضل أرخص مش شوي إذا كانوا نفس السعر خده الـ X ما فيه أي مشاكل لكن خد العادي أو بكل أحوالي نفس المعالج لكن فرق السراعات بس فرق 100 ميجارد بالسراعات المبرد اللي أغوبار عليه خليه البورد هاي البرايم يا جماعة أنا ما بحبه ما بفضل بوردات البرايم أسعارهم جداً غالية على الأمور اللي بيقدموها بورد بـ 180$ وما بتقدم لك واي فاي ليش الـ VRM فيها ما هو الأفضل ليش 180$ ASUS ليش هالبورد بـ 180$ وروني شي فيها يعني خليني أقول أوه لأ بتستحق 180$ ممكن أنت تختار بوردات أحسن بكتير فنلغي البورد ونختار بورد تانية الجايمينج بلاس أفضل بمليون مرة وأرخص واي فاي VRM أفضل تبريد VRM أفضل 2M.2 شكل حتى أجمل بالنسبة لي فليش تختار لـ Prime هاي أرخص وأفضل عندك حتى الـ Gaming AX من جيجا بايت واي فاي تبريد أفضل VRM أفضل 3M.2 ليش تختار لـ Prime فإما روح مع MSI Gaming Plus أو روح مع Gaming X من جيجا بايت 2 أرخص وأفضل بالنسبة للتخزين الـ SSD هاي ممتازة بس للألعاب ما بي لزمك هالـ SSD الخرافية العالية الجميلة ممكن تروح مع MV2 توفر السعر وتاخد بنفس السعر بدل ما تاخد 1 تيرابايت تاخد 2 تيرابايت تشتغل إنتاج المحتوى تمام خدها لأن الكاش اللي فيها وسرعاتها العالية بتفيدك لكن للألعاب ما بتفيدك السرعات الخرافية والكاش العالية بس بشكل عام يعني باقي التجميعة ممتازة الـ Power Supply بـ 140$ لا ممكن تاخد واحد أفضل وأرخص الـ Power Supply ممكن تروح مثلاً مع RM الكورسير RM أفضل وأرخص مثلاً MSI MAG مثلاً بالـ 90$ وهذا بيدعم Pisa Express 5 أو بيدعم المنفذ المباشرة لكارت الشاشة لا خوت هذا مثلاً MSI MAG أي واحد من هالباورات أفضل وأرخص بروح مع RM إذا بدك أو ما اسمه الماق 750 جيل من MSI أفضل لك وأرخص ممكن تروح أقل لك تروح مع RM مثلاً تمام i-frame rate وأبقى كيس رخيص وكويس أوكي عنده معالج i5-12400F جيد من أفضل معالجات الاقتصادية حالياً بورد أزرق بـ 760M HDV أوكي بورد رخيصة رحمات DDR5-32G يقع لمعالج i5-12400F ليه SSD NV2 1TB لأغبار عليها من أفضل SSD القيمة حالياً وكارت 4070 سوبر 4070 سوبر وبدك تلعب ألعاب 2K high fresh rate جداً أو frameات عالية جداً رح شوفوا في الفيديو السابق آخر فيديو عملته عملتها التجميع بالتحديد أو هالمعالج مع هالكرت وأعمل لي عنق دجاجة وخاصة ألعاب الشتر high refresh rate يا جماعة إذا بدك تلوه مع رامات DDR5 لا تختار هالمعالج هالمعالج الجيد فيه إنه اقتصادي سعره حوالي 120 دولار أو 110 دولار ممكن تحطوه مع بوردر خيصة ورامات الخيصة ولكن إذا بدك تستثمر ببورد 100 دولار ورامات DDR5 لا رح مع رايزين 5 7600 أقوى بحوالي 35% لأربعين بالمئة هالمعالج لا تستثمروا مع رامات DDR5 ما فيها شي غلط لكن ما رح تستفيد من سرعات الرامات العالية مع هيك معالج فمنعدلك إياها ونخليك إياها أفضل بكتير وبنفس السعر إلغيها المعالج إلغيها البورد رامات خليها تماماً لاغوا بار عليها منحط الـ 7600 البورد المبرد ممكن نروح مع الـ الـ شوية ممكن نروح مع الـ 214 XT أو الـ 214 XT أو الـ Assassin's King اختار على كيفك الماثربورد ممكن نروح مع الـ MK جافية وزيادة رمات خليهم هيك هالمعالج مع كرت الـ 4070 Super صار أفضل بكتير يقدم لك توكيها بالراحة واستثمرك مع DDR5 حالياً صار يعمل يعني صار منطقي ليش تستثمر لمعالج ما بيستفيد كثير من DDR5 بالنسبة للكيس بما أنه رحنا مع بورد Micro 8X ممكن نروح مع الـ 205 Mesh مثلاً 205 Mesh كيس Micro 8X ممتاز بصراحة وسعره رخيص حوالي 70 دولار بيجي معه مروحتين 140 عفواً وبيجي بألوان أسود وأبيض ممكن تخر الأبيض والأسود على حسب تفضيلك وصارت تجميعة خرافية لتوكيها في الشريت نشوف غير تجميعة حالية من بوعلي وبوعلي هدف تجميعة gaming ممتاز بسيط ما أبغى أجدد قطع بعدها لأنه أتبقى بين هون المعالج أوكي gaming وممتاز بسيط بوعلي بده gaming وممتاز بسيط أوكي i7-13700K ممتاز من أفضل معالجات الفئة العليا وحالياً عليها خصم ممتاز ما بعرف بالنسبة لمنطقتكم لكن هذا السوق الأمريكي وحتى هون GZ11 اللي هو هذا كيس ITX mini ITX بوردو ITX تمام إيش ما يشتغل معالج i7-13700K اللي هو معالج نووي بده مبرد كبير حاطت عليه مبرد low profile وبدك تحطه بتجميعة ITX يعني هاي أسرع طريقة للحصول على فرن نووي في البيت هالمعالج بده مبرد كبير يا صديقي ما ممكن تحطه بتجميعة ITX وتحط عليه مبرد رخيص ممكن تعمله underclock أو undervolt ممكن تشتغل معك تماما بس بنهاية إيش استفدت من i7 إذا بدك تعمله undervolt وتقلي سرعاته وتقليل الأمور إذا بدك تشغله هيك على طبيعته حتى مع thermal write اللي هي شو اسمه ال contact frame ما رح تقدر تسيطر على حرارته تجميعة ITX أخذ 4 تيرابايت في كتير أمور غلط هون يعني جاي بالعيد بصراحة في كتير أمور غلط بهالتجميعة i7 بيستهلك 250 واط ممكن تحطه بتجميعة ITX وتركب عليه مبرد low profile هاي أول غلط ثاني غلط ليش أخذ هارد ميكانيكي لتخزين المشاريع أوكي نلاقوا برا عليه الاختيار بس مو تاخد 5400 ربيم هذا سرعاته سيئة خد 7200 ربيم وتاني شغلة ليش أخذ 2 SSD 1 500 و 1 4 وتالت شغلة ليش أخذ 7900 XT وتحطه على بورد ITX هالكارت جدا ضخم وتالت شغلة ليس أخذ كي صارت أنا ضيم ليش أخذ بورد سبلاي كورسير آر ايم وعلى كيس هالكيس على ما أعتقد يأخذ بورات عادية بس يفضل تحط فيه بورات SFF اللي هنا بورات الصغيرة صديقي في كتير أمور غلط فيها التجميعة نصيحة للكل يا جماعة إذا كنت بتجمع لأول مرة ومن هالأخيارات مبين عليه الأخ بيجمع أول مرة لا تجمعوا تجمعات ITX تجمعات ITX ما هي للكل تجمعات ITX ما هي سهلة لازم تختار القطع أبدا على الملي في قطع ما حتى على الملي ما بتوسع تجمعات ITX ما هي سهلة يا جماعة أنا سبق وحكيت الشي بآخر فيديو لما جمعت تجمعات ITX الصغيرة الموضوع بده اختيار يعني تختار القطع بعناية جدا شديدة وستدرس القطع بالدراسة معمقة أنت مختار خلص هالقطع تمام إن شاء الله يشترونه مع بعض على أغلب ما رح يشترون مع بعض هل سيصير عندك مشاكل حرارة الكرت احتمال ما يركب بسبب الحجم الـ احتمال ما يركب بسبب الحجم إذا ما شتريت هالقطع لا تشتريهم وإذا كنت جديد بالتجميع لا تجمع ITX لازم يكون عندك على الأقل خبرة مبدئية بتجميع PC مو من الأول تشوف تجميع صغير وتقول أنا بدي أجمع ITX موضوع صعب ما عندي شيء أعلقه على التجميع لأنه إذا بدي أعلق عليها أو أصحح فيها بدي ألغي كل القطاع والمصيب أنه صديقنا هون بيقلي المتبقي من هالمعالج والكرت يعني شاري القطاع إذا شاريت القطاع وباقي عندك المعالج والكرت خد معالج أرخص مثل i5-13600 أو i5-13400 لأنه هالمعالج ما بيتبرد معك المبرد لو و الكارت على الأغلب ما يتتسع عنه الكارت 7900 XT اللي أخده أنت جدا كبير مع الأغلب ما يتتسع بك هالكيس الصغير ITX بدك كارت أصغر هين ننتقل للتجميع الثانية من كريم و كريم بده تجميع ألعاب E-Sports و AAA الشاشة الأغلب راح تكون 1080p 240 هرت أوكي ملاحظات لسه ما اشتريتها لأنه ما معي مصاري أوكي E-Sports و AAA وبدو يشبكو على شاشة 240 هرت 1080p معالج 12400F لاغوا بار عليه مبرد Thermalright Assassin King لاغوا بار عليه Board B6460 Gaming Plus من MSI كمان لاغوا بار عليها رماة DDR5 مرة تانية يا جماعة ليش عبتأخذوا رماة DDR5 وتحطوها مع مع معالج ما بيستفيد من DDR5 روح وشوفوا الفيديو جربت 13400F مع مرامات DDR5 ما استفد منها ليش ليش يا جماعة ليش Kingston NV2 تخزين لاغوا بار عليها كارت 360 لاغوا بار عليه Power Supply 550Bn لاغوا بار عليه بس خليني أعملك بعض التعديلات بنفس السعر ورح تحصل لك 2240 هرتز بشكل أفضل بكتير مرة تانية ألغي هذا المعالج وألغي الBoard خد معالج Ryzen 5 7600 أنا بعرف أنه صار ما صحت فيه أكتر مرة بس هذا أقوى بكتير إذا بدك 2240 هرتز هذا أقوى بكتير من Ryzen 5 وإذا بدك تستثمر برامات DDR5 خدها المعالج لا تاخد i5-2400F مع DDR5 ما في شي غلط بس ما بتستفيد من DDR5 مع هيك معالج الماثر بورد تروح مع الMK مثلا جيجابايت MK تمام بقيت الأمور كلها تمام يمكن دفعت 20-30 دولار زيادة بس حصلت فرامات أعلى بكتير نشوف التجميعة التالية من All Command وبده يلعب 2K بفرامات عالية وبس لعب 2K بفرامات عالية وبس تمام i7-13700K لاغو برعليه مبارد ديب كو الكاسل 360X عالم ما أعتقد هذا الوقف إنتاجه بورد زي 790 ماكس واي فاي بورد لاغو برعليها وآخذ أربع حبات درامات كل واحدة 8 جيجا بسرات 5200 وبدك تلعب بفرامات عالية ليه ليش درامات DDR5 أربع حبات حاليا بتواجه مشاكل بتشغيلهم وخاصة XMP إذا بدك تاخد درامات DDR5 خد حبتين حجم كافي وسرعات كافية لا تاخد أربع حبات وانت حاعدت كل حبة 8 جيجا يعني فرضا بدك تطورهم بعد فترة بدك تبيعهم كلهم وتاخد حبات جديدة ليش الخيار خيار غلط وانت كاتب لي بتلعب ألعاب 2K بفرامات عالية وبس بنفس السعر رح مخليلك يهي تلعب بفرامات أعلى 13-600K معالج ممتاز وخاصة للألعاب وإنتاج المحتوى لكن إذا تلعب بس ألعاب ألغي وهاته 8800 X3D المبارد ألغي هذا البورد ألغيها هرمات اختيار غبي سرعات قليلة توقيت سيء وآخذ أربع حبات رح يشتغلوا حتى بسرعات أسوأ من السرعات المعلنة لأنه مارح تقدر تشغل XMP على أربع حبات الـ CPU خذت 7800 X3D حاليا من أفضل معالجات الألعاب يعني لم يكن الأفضل مبرد ما يلزم مبرد كبير مبرد مثلا الثرمال رايت هذا Assassin X بيكافيه بالراحة أو Assassin King 120 SE لأنه استهلكوا للطاقة 80-90 واط للألعاب مو أكتر البورد شوف الـ Gaming Plus من MSI أو إذا بدك بورد بيضة شوف هاي الـ Strix بس Gaming Plus رح أخطر لك أنت ما ما حددد شي بالنسبة للشكل فالـ Gaming Plus ممتازة Memory بيلزمك رامات 6000C30 هاي الكورسير بتكون ممتازة معك إذا بدك شي RGB ممكن تروح مع هاي Vengeance RGB أو Team Group 6000C30 خرافية شايف السعر صار أرخص حصلت فريمات أعلى واختيارك للرنامات صار حاليا أفضل ما أخذ كرت 70 Super ممتاز للـ 2K هاي fresh rate ديبكور CH780 لغو برا عليه كورس RM850 كافي وزياد حتى للتطوير تمام حاليا خياراتك صارت أفضل بكتير المعالج السبق كان لغو برا عليه بس إذا بدك بس للألعاب هذا أفضل لك نشوف التجميعة التالية من Y هذا في من التجميعة منتاج منتاج منتج على تطبيق ديفنشر ريزوف على تدقة 2K ولعب CS2 على 2K تمام المعالج آيفاف 13600 كيف من أفضل معالجات الفئة المتوسطة حاليا مبرد كولور ماستر هايبر 212 مبرد جيد بس ممكن تاخد أرخص أفضل مثل الساسين كينغ بورد ز790 ايجال ايكس لغو برا عليها رباة 32 6030 لغو برا عليها 2 تيرابايت 980 برو من سامسونج تمام كارت 3070 ليش ليش تاخد حواليا 3070 إذا نزل الجيل بعده 3070 حواليا ما بنصح فيه إذا بتحصل بسعر جدا مخفض أو بسوق المستعمل بسوق المستعمل مثلا بتحصل حواليا 250 دولار خيار رهيب لكن الجديد بي 500 دولار ليه نزل الجيل بعده ليش 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 Power Supply RM650 لغو برا عليه بس السعر 1622 خلونا نعدلها تصير أفضل بكتير ونفس السعر المعارج لغو برا عليه بس المبرد ممكن تروح مع Assassin King اللي هو أرخص أو حتى ممكن تروح مع AGR 400 من Deep Pool أرخص ونفس الأداء حتى أفضل شوف حتى 214 XT أرخص ونفس الأداء بكافية Board Eagle في أفضل منها لغو برا عليه هلكم في أفضل منها Gaming Plus هي أفضل المموري تمام اختيارك لا غبار عليه التخزين لا غبار عليه لكن ممكن تحصل شيء أفضل بس تمام لا غبار عليها لأنتاج المحتوى والأمور لا غبار عليها إذا بس الألعاب مرة تانية بس سعرك تروح مع شيء أرخص لأنه ما بيلزمعك الإستراعات الخيالية والكاش لكن لأنتاج المحتوى بيلزمعك شيء سريع وفيه كاش فهي لا غبار عليه بس الكارت الغيخ 500 دولار 3070 حواليا لا ليش خد 470 ب 550 دولار فالكارت بنختار 4070 الويند فورس مثلا شوف السعر أرخص وحصلنا لك شيء أفضل مرة تانية 370 بالسوق المستعمل بتحصله ب 250 دولار تقريبا ممتاز وحتى لو كان جديد وعليه تخفيض ممتاز تمام لكن ب500 دولار لا خد الشيء الأحدث ليش تاخده وبس يا جماعة هذا كان كنت شاهد فيديو اليوم أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا إذا عجبكم مقطع تعرفوا إيش تعملوا لا تنسوا بزود الفريمات هو مقلل الدروبات ومرة تانية إذا عجبكم الفيديو أعطوني رأيكم تحت بالتعليقات ممكن نعملوا سلسلة وإذا فاتكم الفيديو السابق موجود هون عملت فيه تجميعة خرافية إيه التجميعة ما هي خرافية لكن فكرة التجميعة خرافية رح تتعلم منها كتير رح تشوفوا الفيديو الموجود هون كاماكم وأخوكم أيمان محمد شكرا للمتابعة السلام عليكم شكرا للمشاهدة